تجواننا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الوئام التي نقرأ منها تعرف على أول ساعة ذكية ذاتية الشحن في العالم طورت شركة ناشئة سويسرية ساعة ذكية تنهجينة أطلقت عليها اسم سيكوينت تعتمد على مبدأ الحركة التلقائية للساعات التقليدية لإنشاء نظام طاقة حركي وهي تستخدم نظام شحن ذاتي لبطارياتها يعمل على إمدادها بالطاقة طالما كان المستخدم يتحرك وإلى صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين التي اخترنا منها لكم نظارة واقع افتراضي جديدة من سامسونج جاء في تفاصيل الخبر كشفت الشركة المتخصصة في مجال الواقع الافتراضي فيجي والكامب عن نموذج أولي لنظارة واقع افتراضي مستقلة تعمل عليها شركة سامسونج حاليا تتميز النظارة الجديدة بأنها تدعم ميزة تتبع تحديق العين فضلا عن دعم تتبع حركة اليدين والتعرف إلى تعبيرات الوجه واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية تقنية تتيح للكمبيوتر قراءة لغة الجسد ابتكر باحثون تقنية جديدة تتيح للكمبيوتر فهم إشارات وحركات جسم الإنسان بعد تسجيلها على مقطع مصور في خطوة تفتح الباب على مسرعيه أمام نهج جديد للتفاعل بين البشر والآلات وتتيح التقنية الجديدة إمكانية رصد إشارات مجموعة من البشر باستخدام كاميرا واحدة وجهاز كمبيوتر محمول صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها هاتف محمول لا يحتاج إلى بطارية طور باحثون أول نموذج لهاتف محمول لا يتطلب بطارية لتشغيله كما تمكنوا من إجراء أول مكالمة خلوية من الهاتف المحمول دون وجود بطارية على الإطلاق يعمل هذا الهاتف النموذجي الذي بني مع مكونات جاهزة عبر مزيج من الطاقة اللاسكية وشواحن الطاقة الشمسية الصغيرة ختام مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية وأبل تطرح هاتف آيفون 8 بأربعة ألوان مختلفة كشفت شائعة جديدة أن شركة أبل بصدد طرح هاتف آيفون 8 بأربعة ألوان مختلفة واحدة منها سوف تكون جديدة وفق معلومات كشفها أحد أشهر المسربين للأخبار المتعلقة بهواتف أبل فإن أحد الألوان الجديدة سيكون أشبه بمرأة تعكس الألوان الأخرى